بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض محاضرات تكنولوجيا التصويري الاشعاعي بارتوان اللي احنا منتكلم فيها على اوضاع التصوير انتو ريداكشن ايه هو تعريف الاكس ري از ارتفيشيال الاكتروماجناتك ويف زات ار بروديوز باي اكس ري ماشين يبا هي موجات قهرومغناطيسية مصنعة بتنتج بواسطة جهاز الاكس ري اكس ري ماشين ازا ماشين زات بروديوز اكس ري يبا التعريفين متواصلين ببعض الاكس ري از ارتفيشيال الاكتروماجناتك ويف زات ار بروديوز باي اكس ري ماشين يبا هي موجات الاكترومغناطيسية مصنعة بتنتج بيه جهاز الاشعاع العادية ايه هو جهاز الاشعاع العادية هو اللي بيخرج الاكس ري المبادئ بتاعته بتكون من ايه جهاز الاكس ري اول حاجة عندنا الجنريتور مولد الطاقة الترانسفورم زي جوال current to high voltage current يبا الجنريتور اللي هو المحول اللي هو معروف بين الفنيين بالhigh tension وظيفته ايه انه هو يحول طيار القهرباء العادي لطيار قهربي بhigh voltage قوة عالية الاكس ري تيوب الترانسفورم the high voltage current to x ray which emerge from the x ray tube يبا التيوب هي المسؤولة عن انها تحول الطاقة القهربائية اللي هي high voltage which to x ray تخرج من التيوب بعد كده عندها ايه الديافرام او الكلمونيتور the x ray tube الديافرام مكانه فين مكانه في نص ال x ray tube نص الانبوبة صروح which the x ray بس صروح بتخرج منها اشعة the x ray its function is to culminated the x ray beam وظيفة ايه الديافرام او الكلمونيتور انه هو يجمع مصار الاشعة العادي according to طبقا لايه حجم الجزء اللي احنا عايزين نفحصه يعني لو احنا عايزين نفحص جزء صغير هخلي الكلمونيتور بتاعي ديق الفوكس بتاعتي ديق عايز افحص جزء كبير هوسع الفوكس بتاعتي الكلمونيتور وخليها كبيرة ليه بس تخدم الكلمونيتور to prevent the unnecessary exposure to other part of the body عشان امنع تعرض الاجزاء الاخرى الغير مرات فحصها من جسم الانسان انها تتعرض للاشعة الديافرام contain light source which help us to control the size of the emerging x ray هنلاقي في قلب الديافرام ده مصدر دوق نور المصدر النوق الدوق ده بيساعدنا ان احنا ايه نتحكم في الجزء اللي هتتعرض له ال x ray يبقى بدأنا بالجينريتور بعدين ال x ray تيوب الانبوبة ودي اهم حاجة في الجهاز بعد كده الديافرام او الكولومونيتور اللي هو بيبقى موجود في نص الانبوبة وبنعرفه انه هو فيه جزء مدي بيساعدنا في تحديد كمية الاشعة او اتجاهها اللي الجزء المرات فحصه بعد كده عندي x ray filter ال x ray filter ده هو عبارة عن ايه عبارة عن metal sheet ولات معدني او لوح معدني present inza ديافرام موجود فين في الديافرام immediately blue the x ray تيوب يبقى هايبقى عند التيوب تحتيها ال ال metal sheet اللي هو الفلتر والفلتر تحتيه الديافرام وظيفة الديافرام ايه اتabsorbed زويك x ray wave احنا ال x ray wave اللي خرجه من التيوب كلها مش بطول موجي واحد ال wave lens التحها مش واحد احنا اللي يهمنا مين اللي ليها طول موجي قوي فالفلتر ده بينقي ال x ray اللي خرجه بحيث انه هو يمتص ال wake x ray wave ويمنحها انها توصل للهيومان بادي يجول الميت اف الامونيوم sheet اتنين ملي ميتر في السيكنس يبقى الفلتر اللي موجود عندي تحت التيوب مصنوع من الالمونيوم بصمك اتنين ملي ميتر فيه فيه ماتيريال تانية ممكن نستخدمها اه فيه ماتيريال تانية ممكن نستخدمها زي ال lead اللي وارس ال x ray يبجي عبارة عن ايه بقى اتز sorry x ray table دي الترابيزة اللي بينام عليها العيان علشان نفحصه يبقى اتز the table where the patient lie down to be examined ال patient lie on the table top بينام ال patient فين في مقدمة الترابيزة اتقل لو البسج سروق الترابيزة دي بتسمح بمرور ال x ray خلالها the x ray table may be stationary or moving ال x ray ال table بتاعتي ترابيزة الجهاز ممكن تكون بتتحرك او ما بتتحركش بتتحرك اللي هي الموفينج اللي ما بتتحركش اللي بنسميها النوت موفينج او اللي بتتحرك الموفينج دي لها اسم تاني اسمها floating top بمعنى ان انا اقدر اخلي الترابيزة جزء منها يميل لفوق او يميل لتحت احرقها لقدام او لورا ممكن اخليها طبة stand بعد ما هتقابلني هلاقي عندي حاجة في قلب التابل زي الدرج كده اسمها grid او or bucky ده عبارة عن سن sheet of special material يبا هو لوحة من مواد مخصوصة it's present in the table موجودة فين في قلب الترابيزة just blue za table top البقي ده على فكرة بيتحرك من خلال الترابيزة يعني اقدر ارجعوا ورا او اصحابوا تاني لقدام او ادخلوا الجوة او اخرجوا لبر وزفت ال grid او البقي ده ايه وزفته ان انا هحط فيه الكاسة بتاع الاشعة و لما حط فيه كاسة الاشعة انا عايزة منه ايه زي ما عصت من الفلتر اللي مركبها تحت التيوب انه هو يمنع البسج او الو 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 ال 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 البقي بيحقلل اللي اللي خرجه من الجهاز ومرت خلال جسم الانسان يبقى البقي اللي هو موجود في ال نفسها بيمنع الاشعة المتنسرة اللي الطول الموج بتاعها صغير وبصص من الفلتر تمام انها ما توصلش للفيلم بتاعي جنرال لي عمتها هو الجريد بستخدمه مع مين لما اجي افحص الاجزاء الكبيرة في جسم الانسان زي الشست الابدومن البلبس النيف عيان اوبيز الهيب جوينت طيب لو انا بفحص الايد او او القدم او الفور ارم فانا مش محتاج جريد يبقى الجريد او البقي لازم يكون اساسي في الابيز بيشنت وفي السيك بارس الباقي ستاند لما بنجي ندخل قودة الاكس رايد بنلاقي في ادي تيوب في ترابيزة تحتيها وفي عمود كده واقف جنبيها في جزء مربع زي الباقي اللي موجود في الترابيزة ده بنسميه الباقي ستاند بنستخدمه في الفحوصات اللي احنا عايزين نصور فيها العيان وهو واقف اهمها فحص الشست والسباين والأقدم إيركت علشان اشوف لو في انسداد في الامعاء او سجب حصل فابتده اشوف الائير اللي تحت الديافراء يبقى الباقي ستاند هو اميتل ستاند بوت ادزاول بنحطه عند الحيطة اتهاز بنستخدمه علشان نفحص العيان وهو واقف علشان احنا دايما بنستخدمه في حالات الشست فبنسميه لإما الباقي ستاند لإما الشست ستاند بعد كده عندنا وحدة التحكم اللي احنا هنتحكم فيها في جرعة الـ اللي خرجها من التيو دي وظيفتها تنظم وظيفة الـ فيها الزراير اللي احنا بنفتح منها وبنقفل الجهاز والبوتم كنترولينج زراير التحكم اللي بزبط منها الكيلوفولت والملي امبير سكند وممكن نزود عليها حاجات تانية ان ممكن يكون فيها البوتوم والزراير اللي بتتحكم في حركة الترابيزة لما اجي اعمل اكس ري العيان لازم النقط اللي جاية دي اكون مزبطها كويس وتكون مكتملة عشان يطلع للفحص سليم اول حاجة position of the body part to be examined in relation to the x-ray table or stand لازم الجزء المراد فحصه يكون ملاصق للتابل او للستاند التكنيك بتاعي لازم اكون مزبط فيه اول حاجة الاكس بوجر برامتر العوامل اللي هي الكيلو فولت الميلي امبير سكند لازم يكون ظابط الفوكل film distance ايه هي تعريف الفوكل film distance between the focus او central part of the x-ray tube and the x-ray film يبقى الفوكل film distance من اسمها المسافة بين x-ray tube وال film اللي فيه اللي جوه الكاسد بتاعنا عمتا المسافة دي بتبقى في حدود قد ايه 100 سنت ممكن نزودها ممكن نزودها لحد 120 سنت بس احنا لو نزلناها لتحت قللنا عن 100 سنت بانا بعمل magnification بزود حجم الحاجة اللي عندي فبديها ابعاد اكتر من الصحيحة الحاجة اللي بعد كده المفروض نحافظ عليها هي الobject film distance ايه هي تعريفها هي distance between the part two examined and the x-ray film object اللي هو جسم العيان او الجزء المراد فحصه الفيلم الفيلم بتاعي اللي محطوك جواك كسد distance المسافة اللي ما بينهم كل ما المسافة دي كانت قريبة كل ما الفيلم تلع عندي بجودة عالية يبا أنا عندي حاجتين لو لعبت فيهم تمام الصورة بتاعتي هيحصل لها مجنفيكيش لو أنا قللت المسافة بين الفوكل بين تيوب والفيلم ولو أنا زودت المسافة بين جسم العيان وبين الفيلم هيبتدي يحصل مجنفيكيش تكبير او تضخيم للصور يبقى الفوكل فيلم distance دي المسافة بين التيوب والفيلم والأوبجيكت فيلم distance دي المسافة بين جسم العيان والفيلم اهوة تعريف النقطة المركزية هي مركز مرور الأشعة لازم تكون في نص الجزء المراد فحصه على سبيل المثال ال central ري بتاعتي هتبى فين ل رقم 4 بعد كده عندنا الاكس ري فيلم ايه هو تعريف الاكس ري فيلم ازا ماتيريال ان هويتش ازا اكس ري بيكتر اس بروديوس يبقى هي الورقة او الفيلم اللي هتظهر عليه صورة الاكس ري عندي نوعين الفيلم screen cassette ايه هو الفيلم screen cassette هو ان اكس ري فيلم اثبت ان اكس لما بنا ده الافلام بتاعتي العادية عندي فيلم حطيته جوه cassette عرضتوا لي اكس ري بعد كده عملت له عملية التحميد فابتدت تظهر الصورة للجزء اللي احنا فحصناه ده ال screen cassette طيب ال digital cassette اللي قلنا عليهم قبل كده في الغرفة المظلمة ان احنا عندنا حاجة اسمها وحاجة اسمها عندنا دول معناهم ايه ان انا ما بستخدمش فيهم فيلم وبتعود عن الفيلم ب بليت لوحة من فوسفرس متريل بتتفاعل مع الاكس ري وباستخدام الكمبيوتر بيقدر يحول لي الاكس ري اللي اتعرضت لها البلت دي لطاقة كهربائية منطقة كهربائية حولت هالي الصورة عن طريق الكمبيوتر القومان فيلم قلنا اتكلمنا عليه برضا في الغرفة المظلمة ماشي ممكن نبدأ من الانش او لو قلنا في الانش عبدنا مبادئ من التمانتاشر تمانية في عشرة عندي الاربعتاشر في اربعتاشر عند الاربعتاشر في سبعتاشر ولو انا بتكلم بالسانتي عندي الاربعة وعشرين في تلاتين وعندي التلاتين في اربعين ومعلومة بنقول ان الانش بيساوي اتنين ونص سانتي خمس حاجة لازم اقول للعيان على التكنيك اللي انا هعمله لازم اشرح له اقوله لو سمحت لما قولك ما تتحركش يبقى ما تتحركش لما تتني ركبتك دي لو سمحت اتنيها وما تفردهاش لما اقول لحضرتك خد نفس واكتمه وما تخرجوش لازم اعرفه ازاي ياخد النفس ويكتمه وما يخرجوش اللم انا اقوله ده انا ممكن اعمله تدريب عليها مرة واتنين وثلاثة قبل ما اعمل الفحص علشان ما اقولش العيان اكتم النفس وابتدي ادي القن بتاعتي على الجهاز ولاق العيان خرج النفس فالفيلم بتاعي كده اخدته في ما خدتوش في الديب انسبيريشن زي ما احنا عايزين في فيلم الاناتوميك بوزيشن لازم نكون عارفين الاوضاع المتعرف عليها النورما الاناتوميك البوزيشن وضع العيان الطبيعي بيبقى واقف ازاي البيشنت بيبقى استند فيسنج فورورد يعباصص لقدام دراعاته الاتنين ملزقين في قلب جسمه والبلن اللي هو كاف في الايد ليه قدام فيبا كده الليت الفينجر ميديلي ويه الصمب لاترالي يعني ايه الانتيريور سيرفيس او الفنترال سيرفيس ريفير تو الفورونت اوفزا بادي الجهة الامامية من جسم الانسان بنسميها الانتيريور سيرفيس طيب البوستيريور سيرفيس ده الدورسل سيرفيس ده الباك اوفزا بادي ده ظهر العيان ده النيوترال اناتوميكال بوزيشن الفورونت بتاع البيشنط القدامي ايدي الاتنين اب داقتد ناحية الجسم داخل الجوة الليتل فينجر ميديلي والصمب لاترالي والبال موفزا هند فيسنج انتيريور البادي بلين علشان نسهل على نفسنا التصوير وتحديد الاماكن اللي فيها باثولوجي وفيه اوضاع عندنا معينة بتتعمل علشان اشوف الارجنس اللي عندي بصورة واضحة فلازم نعرف ايه هو البعض بلين وقسمناه لسكاشن واللين اللي قسمناها بيها دي ايه هي القومن بلين عندي اول حاجة عندي السجد البلين السجد البلين ده اسامل الجسم لنصين رايت وليفت يمين وشمال فبنقول ده لونج تيوزينال بلين خريطة طولية ديفايد اتزا بادي انتو رايت اند ليفت بارت لو احنا بنتكلم في الميد لاين بنقول ان اللاين ده باصنج سروق السجد السوتشر اوفزاس قل وساعتها لما اللاين ده بيعقدي فيه من خلال السجد السوتشر بنقول ان البلين ده كده بقى ميد سجدل في نص المخ ونص الجسم بالزبط طب لو احنا بعدنا عن نص الجسم بنقول ايه بنقول على جنب الخط المنتصف الجسم فبقى عندي كده رايت بارا سجدل ولفت بارا سجدل واللي في النص سميناه الميد سجدل بلين الكورونا الكورونا البلين ده برضك بالطول بس اسامل الجسم ليه انتيريور بارت و بستيريور بارت والكورونا البلين ده بيعدي خلال مين بيعدي خلال الكورونا السوتشر بعد كده عندي الاجزة البلين ده ترانزفيرز بلين ده خريطة عراضية بالعرض اترايت انجل تو اني لونجوتيودنال بلين يعني هو بيكون ايه عمودي عامل زاوية قايمة مع السجدل ومع الكورونا البلين استملك جسم لمقاطع فبقى عندي حاجة علوية سميناها السبيريور بارت وعندي حاجة سفلية سميناها الانفيريور بارت السجدل والكورونا والأجزية البلين دول دول ابلوجاتوري وروتين في الامر اي استادي ادي اول صورة بتبين لنا السجدل بلين ان انا اسمت الجسم بالطول لنصين يمين وشمال الصورة التانية لونجوتيودنال بلين ده الكورونا اسمت الجسم الانتيريور وابستيريور والصورة الاخيرة ده الاجزية اللي هي ترانسفيرز او العرضي اسمت الجسم ليه سوبريريور وانتيريور بلين السيكشن القط او سلايدز امجينج افزا بادي بنقول احنا بنقطع جسم الانسان لشرائح ومقاطع ده على حسب ايه على حسب الديريكشن اللي احنا عاملينه وعلى حسب السيكنس اللي انا عايزاه يعني انا ممكن اقول انا ممكن اعمل صور اجزية عرضية في جسم الانسان وقطع خلال كل واحد ملي بين كل شريحة وشريحة يبسونك واحد ملي ده لأ ده نعايز كل خمسة لأ ده نعايز كل عشرة الاجزية القص دي موجودة في فحص ايه في فحص السي تي وفحص الامر ومن السي تي عن طريق البوست اوبرتف بروسيس بعد ما خلص تصوير العيان في الاجزية بالكمبيوتر بعد ما العيان يمشي اقول الجهاز هاتل الصور دي في وضع سجتل او في صورة كورونا الامج انما قلنا هي روتين في الامر اي لازم ااخد للعيان وكورونا والسجن الاجزية يبجي عبارة عن ايه بقى اتز اه سوري اكس ري تابل الاكس ري تابل دي الترابيزة اللي بينام عليها العيان علشان نفحصه يبقى اتز زا تابل هوير زا بيشان تلاي داون توبي اجزامل البيشان تلاي انزا تابل طب بينام البيشان فين في مقدمة الترابيزة اتقل لو الباسج في اكس ري سروق الترابيزة دي بتسمح بمرور الاكس ري خلالها الاكس ري تابل بتاعتي ترابيزة الجهاز ممكن تكون بتتحرك او ما بتتحركش بتتحرك اللي هي الموفينج اللي ما بتتحركش اللي بنسميها النوت موفينج او الاستيشنري اللي بتتحرك الموفينج دي لها اسم تاني اسمها بمعنى ان انا اقدر اخلي الترابيزة جزء منها يميل لفوق او يميل لتحت احرقها لقدام او لورا ممكن اخليها طبها بعد ما هتقابلني هلاقي عندي حاجة في قلب زي الدرج كده اسمها او الجريد ده عبارة عن سن شيت اوف سبيشيا الماتيريا يبا هو لوحة من مواد مخصوصة لما نتكلم على القدم ما قولش بطن القدم ودهر القدم لا بقول البلانتر سيرفيس وده بيشير الى الصول الصول اوفزة فوت دي بطن القدم الدورسل سيرفيس ده بيدل على الانتيريور سيرفيس اوفزة فوت طيب الريديو جرافيك بوزيشن بقى المصالحات اللي احنا بنستخدمها عندنا في الاشعة اتزا بوزيشن اوفزة بيشن يورنج اكس ري يقصد بها ايه وضع العيان اثناء فحص الاشعة العادية اول حاجة عندنا ايه او ايه او دي صور اساسية لازم اعملها في الفحص ما ينفعش اعمل الفحص من غيرها خالص الجزء اللي احنا عايزين نفحصه لازم يكون لازق وموازي للفيلم بتاع اللي جوه الكاسد على سبيل المثال لو انا عايز اعمل فحص للقلب مفصل الكوة في الوضع الامامي خلف الابي فيو لازم يكون بتاع القلب ملاصق للكاسد وقت الفحص بتاع ونفس الكلام لو انا عملت فحص للج يبا لازم اللج تكون ملاصقة للكاسد بتاعي في الابي فيو طيب ايه هو البستيري الانتيري فيو من اسمه كده انا صورت جسم العيان من وراء القدام ولا من قدام الوراء بستيري الانتيري معنى كده ان التيوب بتواجه البستيري الاسبكت بتاع العيان هي بص من بستيري لانتيري ازاي لما تكون التيوب في ظهر العيان يبا عندي الانتيري البستيري التيوب في وش العيان والاشع عدت من قدام لوراء البستيري الانتيري العكس التيوب في ضهر العيان والاشعع عدت من وراء لقدام طب من اسمه ده جانبي يبقى العيان هيبقى واقف بالجنب في مواجهة التيوب يبقى على سبيل المثال اللاترال اكس ري شست هو انزا اكس ري بينبص فروم الرايت تو زا ليفت او العكس من الليفت لليفت على حسب انا عايز اصور الرايت لانج ولا الليفت لانج في الحالة دي لو انا هصور الناحية الشمال يبقى ايد العيان الشمال فوق دماغ علشان ابعدها عن مصار الاكس ري طب لو انا عايز اصور الرايت ده الانتيريور فيو الانتيريور بوستيريور اللي وش العيان باصس للتيوب الجانبي والخلفي ان دهر العيان هو اللي باصس للتيوب ايه هو الابليك فيو من اسمه الوضع المائم يعني العيان بيبقى في الوضع ده بين الجانبي والامام جسم العيان مميل شوي والتميلة دي بتوبة بدرجات احنا اللي بنحددها لكل فحص يبقى بقول ان الفحص ده جزء جسم الانسان بيميل او يبعد مثلا 45 درجة عن الكاسد بتاعي لا ده بيميل 30 درجة عن الكاسد بتاعي عشان اقدر ايخد الابليك فيو طيب افزا كاسد اتزا رايت صايد افزا باك زيس اسكول رايت بوستيريور ابليك يعني لو انا الجزء اليمين من العيان هو اللي ملاصق للكاسد والشمال بعيد عن الجسم فبسميها رايت ابليك يبقى الجزء الملاصق للكاسد هو ده اللي باخد منه الاسم لو الجزء اليمين في ظهر العيان هو الملاصق ظهر العيان يبقى بوستيريور واليمين يبقى رايت يبقى انا كده رايت بوستيريور ابليك لو انا عايزة صور الجزء الشمال يب انا هخلي الجزء الشمال هو اللي مراسط للكاسد والجزء اليمين هو اللي بعيد عنه فساعتها هسميه anterior او posterior lift oblique view على حسب ظهر العيان اللي منامس للكاسد تولى وش العيان body position او ضع الجسم يعني ايه سبين يعني العيان نايم على ظهره هو ان patient lie on his back يعني ايه برون اما العيان يب انايم على البطن هو ان patient lie on the abdomen يعني ايه erect يعني العيان واقف بنسميها standing او upright وبيب عندنا الا erect نوعين لاما امامي خلفي يب ايه بيه لاما خلفي امامي يب ايه بيه بنستخدمهم في مين في الشيست في الابدومن في البلفز في السبين recombant يعني ايه recombant lying down العيان نايم وركombant ده بيقصد بيها نايم حاجتين زي الصبين recombant يعني نايم على ظهره brown recombant lying on his abdomen نايم على بطنه lateral recombant نايم على جنبه لو هو نايم على جنبه اليمين بنقول right lateral recombant لو هو نايم على جنبه الشمال بنسميها lift lateral recombant يب انا ممكن اجيه بالركombant او lying down position ده وحط تحته تلات تقسيمات هل العيان نايم recombant صبين ولا brown ولا lateral طب ايه هو trend delberg ماشي trend delberg ان راس العيان اقل من مستوى رجليه ده اللي برفع فيه رجلي العيان عن مستوى جسمه تمام بستخدمه في فحوصات معينة في التكنيكات سواء في البريم ميل او في الascending system grand طيب يب اترند البرج ان راس العيان اوطى من مستوى رجليه الدكيوبيتاس هو ان الpatient lying down طيب هو ايه الفرق بينه بين recombant الفرق ان احنا لما نقول للعيان ان العيان ده نايم على جنبه واحد فالاحسن نحنا نقول عليه دكيوبيتاس فعشان كده بنقول right lateral دكيوبيتاس او left lateral دكيوبيتاس ده المستقوما ده الاستخدام الشائع لها في الحاجات اللي العيان بينام فيها على جنبه اكتر من recombant يبانا لما بقصوا دكيوبيتاس برضك العيان نايم زي روكمبانت بس مور specific ليمين ليه lateral position طيب هو right lateral دكيوبيتاس زي ما انا قلتلكو كده right lateral دكيوبيتاس يعني العيان نايم على جنبه ليمين left lateral دكيوبيتاس العيان نايم على جنبه الشيء بروكسيمال يعني ايه يعني قريب من السنتر بتاع الجسم زي زبارت close زبادي لما نيجي مثلا نقول ان بروكسيمال زين زفوت بنقول ان الرجبة مفصل الرجبة اقرب للسنتر بتاع جسم العيان من الفوت القدم طيب ما احنا خدنا في التشريح الفارنجيس وقلنا ان انا عندي ثلاثة فارنجيس القريب من جسم الانسان سميناه بروكسيمال والبعيد عن جسم الانسان لو الطرف سميناه ديستل والنص ميدل فده اللي بنقصد به البروكسيمال طيب عكس البروكسيمال قلنا الديستل طيب عندي مصطلحين تانين عكس بعض ميديل ولاترال ميديل ده ناحية الجسم جزء الداخل الاوتر اللي هو يمثله ايه اللاترال يبقى الميديل يعني الانر داخلي واللاترال يعني الاوتر اللي هو خارجي كيفالك versus كودة الانجل كيفالك انجل يعني اتجاه البيين بتاع الاكس راي شوعة الاكس راي ناحية راس العيان طيب كودة الانجيوليشن اتجاه الاكس راي بيم ناحية رجل العيان طيب اول ايدنتفيكيشن كارت ايدنتفيكيشن كارت ده لزقة بنحطها على طرف الفين بيبى فيها هو ده الجزء ده الفحصناه ريت ولا لفت معلومات العيان اسم العيان تاريخ الفحص رقم الملف بتاعه رقم العيان جوه الاسم والجزء زي ما قلتلكو المراد فحص فالبيشن ايدنتفيكيشن اي دي او كارت ده ده من الحاجات المهمة جدا وبيبالها سبيس فاضي ما بياخدش الاشعة ومصممينه في قلب الكاسد عشان اكتب عليه البيانات باعت العيان قلنا الانتيريور قلنا عندي لا اما انتيريور بستيريور لا اما بستيريور انتيريور ماشي استخدمته في اللاترال دو كيوبوتس واقول ان انا صورت العيان ده ماشي بي اي في الريت لاترال دو كيوبوتس وقلنا اجزيال معناها ترانزفير سيكشن فقسمنا جسم الاعيان ليه انفيريور انت سوبرير بارد فلو انا بتكلم على حاجة من فوق لتحت هقول سوبرير انفيريور ولو انا بتكلم على حاجة طلعة من تحت لفوق هتكلم هقول انفيريور سوبرير في الديريكشن بتاحها تانجينشيال يعني ايه لما ال اكس ري يوب نازل عمودي على جزء معين عايزين نفحصه في وضع الفيليكشن تانينه زي القلب او انيه فبساعتها بقول ان الاشعة دي نازلة في تانجينشيال بوزيشن طيب الموفمينت ترم اللي احنا عارفينها المصطلحات الخاصة بالحركة يعني ايه فيليكشن فيليكشن اننا تانيت المفصل فبقى العظمتين اللي هيكونوني المفصل قريبين من بعض يوبا فليكشن للقلبه اننا خليت العظم بتاع الفور ار والعظم اللي هيمرس قريبين لبعض عكسها اننا فردت المفصل فالعظم بعد عن بعض وما بقاش متلامس يعني ايه اب دكشن موفينج زا ارم او اللور لمب او ايه فروم زا بادي بعيد عن جسم الانسان عكسها اننا حرقت الدراع او الفوت لجوه بقوا ملاصقين لجسم الانسان بندنج يعني ايه يعني مائل وضع مائل اننا خليت العيان وهو واقف يميل لاما ناحية اليمين لاما ناحية الشمال ده البيندنج موينج في حاجة عندنا مهمة جدا لازم نستعملها جوه قط ال اكس ري ونصمم عليها ونحافظ عليها الجنادة البروتيكشن ايه الجنادة البروتيكشن دي عبارة عن مريالة او اجزاء مصنعة من الرصاص بنحمي بيها الجهاز التناسول يبقى وظفتها ايه ايه من جتوب بروتيكشن احافظ على الجناد اذا كانت تستس او من ال اكس ري افكت حضراتكم اخدتوا في الريديو بيولوجي التأثيرات البيولوجية تأثير ال اكس ري تعرض الاشاء على كل اجزاء جسم الانسان فالاجزاء دي خصوصا الجنادة الارية بيحصل دامج بقى اقل جرعة من ال اكس ري فلازم احافظ عليها فطالما انا مش هفحصها فيبقى لازم اغطيها بيليد شيلد البيشنت بريباريشن اي عيان جاي يجي يعمل لي اشعة لازم اقوم محضره محضره ازاي اول حاجة السيكولوجيكا البيريباريشن في ناس بتخاف وهي دخلة تعمل الاشعة فلازم اطمنه واقوله الفحص فحص بسيط هناخد دقتين حضرتك تلتزم بالتعليمات اللي انا هعملها الفحص مش مؤلم فموضوع الري اشورنس العيان ده مهم جدا الاكسبلينيشن افزا تكنيك لازم اشرح للعيان انا هعمل ايه هقوله مثلا انا هحط لك السبغة اللي ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحة على العصير او على المي او على الزبادي حضرتك هتبلع اثناء ما انا بصور فلازم اكونش هرحله بالزبط التكنيك اللي انا هعمله لازم اهتم جدا ب الاطفال الصغيرة المنتلي الناس اللي عندهم شوية زي ما نقولهم كده التخلف عقلي الانقونشيس الناس اللي فقد الوعي المرضى اللي عندهم حالة نفسية وما بيبوش متعاونين معانا كل دول لازم اديهم اهتمام بطريقة معينة بحيث ان انا اضمن انه هو ما يتحركش وانا بعمل الفحص واطلع الفحص بتاعي مظبوط علشان ما اعرضوش لكمية اشع اعملهاش لازمة اي حاجة ممكن تعمل لي ارتفاكت في الصورة لازم اشيلها يعني لو حد لابس ويرنج ايرلي رنج الحلق الحزام لو القميس فيه زراير معدن تمام بنس الشعر الحاجات دي كلها لازم الجسم العيان يقلحها ويتخلص منها علشان ما تعمليش ارتفاكت في الصورة لازم احافظ على المكان بتاعي معقم بمعنى لازم احافظ على الاودة نظيفة ترابيزة بتاعتي لازم انضفها بعد كل عيان خصوصا لو انا بعمل فحص بريمات او بستخدم فيه كونتراست او عيان جايلي فحادسة وتعرض ليه ترابيزة بتاعتي بقى عليها دم لازم يكون عندي موبايزيشن ايد لازم يكون عندي الكورس اللي هيتحرك عليه العيان او العصايا اللي هيسن عليها وهو بيتحرك جوه للتيوب ايه هو الابليك فيو من اسمه الوضع المائم يعني العيان بيببى في الوضع ده بين الجانبي والامام جسم العيان ميميل شوي والتميلة دي بتببى بدرجات احنا اللي بنحددها لكل فحص يببى بقول ان الفحص ده جزء جسم الانسان بيميل او يبعد مثلا 45 درجة عن الكاسد بتاعي لا ده بيميل 30 درجة عن الكاسد بتاعي عشان اقدر ااخد الابليك فيو طيب افزا كاسد افزا رايت سايد افزا باك زيس اشكل رايت بستيري الابليك يعني لو انا الجزء اليمين من العيان هو اللي ملاصق للكاسد والشمال بعيد عن الجسم فبسميها رايت اوبليك يببى الجزء الملاصق للكاسد هو ده اللي باخد منه الاسم لو الجزء اليمين في ظهر العيان هو اللي ملاصق ظهر العيان يببى بستيريور واليمين يببى رايت يبب انا كده رايت بستيريور اوبليك لو انا عايز اصور الجزء الشمال يبب انا هخلي الجزء الشمال هو اللي ملاصق للكاسد والجزء اليمين هو اللي بعيد عنه فساعتها هسميه انتيريور او بستيريور ليفت اوبليك فيو على حسب ظهر العيان اللي ملامس للكاسة تتولى وش العيان وبكده المحاضرة الاولية بتاعتنا تكون خلصت اتمنى من ربنا ان حضراتكم تكونوا استفدتوا منها